حصن ماغص الأثري في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش والذي يبعد عن جازان بحوالي ثمانين كيلو متر ومن أعلى قمة جبل ماغص يقع أهم أحد المعالم التاريخية والأثرية بمنطقة جازان تشير المراجع التاريخية أنه بني قبل الإسلام ويتميز بطابعه التراثي والتاريخي بوصفه متحفا يمكن زيارته والتمتع بموقعه الاستراتيجي يمتاز الحصن بتاريخ قديم إذ تعاقبت عليه العديد من الحضارات وتبلغ مساحة الحصن حوالي ألفين متر مربع محاط بجدران حجرية منيعة وكانت تتواجد فيه حامية لإحدى الدول القديمة إلى أن وحدت المملكة ومعه ظهرت أول رئاسة لمركز الحقو في عهد الدولة السعودية وللحصن مدخلان الأول من الجهة الجنوبية في طريق قديم مرصوف بالحجارة ومدرج يمكن للدواب الصعود عليه والمدخل الثاني من الجهة الشمالية له باب صغير بعرض متر ونصف وارتفاع مترين في داخل الحصن بنايتان كبيرتان مربعتان بارتفاع دورين تجاورهما من الشرق بنايتان أصغر منهما وفي أقصى الشمال مبنى شبه دائري واسع فيه قبلة مثلثة للصلاة ومنافذ صغيرة للمراقبة وأولت إمارة منطقة جازان اهتماما كبيرا بالحصن ووجهت بالعناية به وتأهيله من قبل بلدية مركز الحقو التي قامت بدورها بشق طريق إلى قمة الجبل وسفلتته وأرصفته وإنارته كما تم إنشاء مسطح أخضر علوي وآخر سفلي ومواقف للسيارات وجلسات ذات إطلالة رائعة على مركز الحقو وعلى المسطحات الخضراء والأراضي الزراعية والأودية الممتدة وأقامت جدرانا استنادية وسورا حديديا لحماية المتنزهين وتقوم بصيانتها دوريا لتكون مهيئة لاستقبال المتنزهين كنت معكم في هذا التقرير أنا ياسر الجعفري